اشتركوا في القناة والد الجميع بهذه الكلمات ودع البحرينيون صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله تعالى بعبارات كتبت في مختلف شوارع مملكة البحرين تعبيرا عن الحزن بعدما فقد ابناء البحرين واحدا من اعظم رجالها الذي كان بمثابة الاب والحام للوطن والمواطن والعون والسند لحظرة صاحب الجللة الملك المفدى حفيظه الله ورعاه مصاب جلل ليس على شعب البحرين فقط وانما على مستوى دول مجلس التعاون والدول العربية وحتى مستوى العالم الرجل باني نهضة البحرين من اكثر من خمسين سنة وعزائنا ان شاء الله في جلالة الملك سمو الشيخ سلمان وشعب البحرين الوفي اللي راح يتابعون المسيرة ويسندونها ان شاء الله لسنوات القادمة السمو الأمير اللي رحمه برحمته ما يتعوض بأي كلمة وأي مجال لأنه عاصر ثلاث عزور من أيام الأمير سلمان والمكفور به والشيخ عيسى والشيخ حمد وعطاءه للبحرين مهما تعدينه في خواطرنا ما يمكن أن نجزيل أعماله لنا والإنسانية ومو حق البحرين بل حق الأمة العربية والإسلامية اي صاحب السمو الأمير خليفة الله يرحمه ويستكن في السيح الجناته رجل من أعظم الرجال عندنا في البحرين وهو الرجل الوفي والرجل الصالح والأب للجميع والله يغفر له ويرحمه وطولة العمر لجلالة الملك وولي عهده الذين هم أساس الازدهار في هذا البلد العزيز اللي علينا نقدم التعازي حق جلالة الملك والإسراء الحاكمة وطبعا فقدان الشيخ خليفة كان الشيخ وايد عود علينا مفاجأة وايد عودة نقدم التعازي حق جميع شعب البحرين شعب الوفي شعب المحب وإن شاء الله نتمنى دوم البحرين تستمر بالعطاء والتطور وإن شاء الله نتمنى كل التوفيق حق ولي العهد الشيخ سلمان إن شاء الله التطور والإصدار حق الدير إن شاء الله نرفع حر التعازي إلى سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى وإلى مقام سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد الخليفة وإلى شعب البحرين الوفي طبعا اللي صار دي مصاب جلل سموه الأمير خليفة بن سلمان بالجميع واللي فقدنا إحنا فقدنا وطن ما فقدنا يعني واحد من أي ناس لا واحد يعني كان محتضن الجميع وكان يعني محب للكل يعني يزور الناس والناس يزورون ومو بمقصر خاصة على أهل المحرق والبحرين بشكل عام لكن أهل المحرق يعني لما كان في قلوبنا الله يعلم يعني والله يرحمه إن شاء الله ويتغير من روح الجنة ودع شعب البحرين الأمير الراحلة بقلوب يعتصرها الحزن الشديد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله تعالى بعد مسيرة حفلة بالعطاء والإخلاص والوفاء في حب الوطن والوفاء لقضايا أمته العربية والإسلامية ودروس في الدبلوماسية الإنسانية الحكيمة وتاريخا من النجاح والريادة والتميز في الحرص على رفعة المواطن البحريني وخدمة البشرية فاستحق سموه التقدير السامي من جلالة العاهل المفدى وحب وتقدير أبناء شعبه وتعاطف الإنسانية ترجل ابن البحرين البار أمير الإنسانية والمحبة